أسبوع مضى على إعلان إنقرة فتح الباب أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا مستخدمة ورقة اللاجئين في ابتزاز واضح وصريح لقبول عدوانها على سوريا وضخ المزيد من الأموال لإنقاذ اقتصادها المنهار ومع تدفق ألاف الأشخاص باتجاه حدودها تصبح اليونان أولى بلدان القرى التي تدفع ثمن سياسة المساومة التركية تطور أشعل التوتر على الحدود اليونانية التركية حينما أطلقت قوات الأمن التركية وابلا من قنابل الغاز باتجاه حرس الحدود اليونانية لتسمح للاجئين بالعبور من جانبها استخدمت القوات اليونانية مدافع المياه في محاولة لتفريق المحتشدين على الحدود ووصفت أثنى المواجهات بأنها تهديد للأمن القومية وأجرى رئيس الوزراء كرياكوس بيتسو تاكس مشاورات مع القادة الأوروبيين لتجنب تكرار ما حدث في 2015 حينما تدفق عشرات الآلاف من طالب اللجوء على دول الاتحاد الأوروبية المواجهات الحدودية تأتي غدث توقيع اتفاق في موسكو لوقف إطلاق النار بمنطقة إدلب السورية ورغم الاتفاق أكد مسؤول تركيا أن وقف إطلاق النار لا يعني أن أنقرة ستغلق حدودها مع أوروبا في غضون ذلك استنكر الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام تركيا للمهاجرين كوسيلة ضغط لتحقيق أغراض سياسية وأكد وزراء خارجية الاتحاد في بيان عقب اجتماع في العاصمة الكرواتية أن قرار تركيا بفتح حدودها مع اليونان للمهاجرين هو أمر غير مقبول مشددين على أن أي ضغط سياسي من هذا النوع سيقابل بالرفضة بحما أعى